تتواصل أعمال المبادرة الرئاسية مئة يوم صحة بمدن البحر الأحمر في إطار جهود دولة لتقديم الخدمات الصحية لأكبر عدد من المواطنين ومن المقرر أن تستمر المبادرة لمدة مئة يوم حتى أكتوبر القادم في إطار تقديم الخدمات الصحية لأكبر قدر من المواطنين وتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرات الرئاسية تتواصل أعمال المبادرة الرئاسية مئة يوم صحة بالبحر الأحمر بمدن المحافظة السبع ولمواجهة أي مشكلات تعوق المبادرة وتقديم الخدمات الطبية لمواطني المحافظة الساحلية قام الدكتور عمر قنديل مساعد وزير الصحة بزيارة لعدد من مدن البحر الأحمر الشمالية الغردقة وسفاجة والقصير لمتابعة أعمال المبادرة الرئاسية وتفقد الأعمال بالمدن مدرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر تقدم خدمة المبادرة من خلال أماكن التمركز الميدانية والتي تشمل إجراءات فحص صحة المرأة والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي بالإضافة إلى السمعيات والتقزم والأنميا وكبار السن كما يصاحب عمل فرق المبادرات نشاط مكثف لفرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي بالإضافة إلى زيادة عدد القوافل الطبية من أجل استهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين وتستمر المبادرة لمدة 100 يوم حتى أكتوبر المقبل للتوعية الصحية بأسباب انتشار العدوى للأمراض المعدية وعوامل الخطورة للأمراض غير السارية وكيفية الحد من انتشار الأمراض الوراثية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا